على أعتاب انطلاقة انتفاضة تشرين في 2019 فتحت أبواب القصر الحكومي لرئاسة حكومة جديدة تولاها مصطفى الكاظمي في السابع من أيار في عام 2020 تسنب الكاظمي رئاسة الوزراء وكان الوعد الأساسي لحكومته هو إجراء انتخابات مبكرة وفعلا أجريت عملية الاقتراع الفعلية لها في العاشر من تشرين الأول من العام 2021 تصدرت وساطة بغداد بين السعودية وإيران حيث برزت في آذار من 2021 بعد زيارة الكاظمي لطرفين لزاع الإقليمي الرياض وطهران ركزت حكومته على الحوارة الاستراتيجية مع واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في آب من عام 2020 والتي استمرت في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايتن تحديدا أثناء مشاركة بغداد في قمة جدة في آب من 2020 أيضا عقدت القمة الثلاثية مع الأردن ومصر لمشروع الشام الجديد عقدت أيضا في عهد حكومة الكاظمي قمة بغداد والتي جرت في الثامن والعشرين من آب من عام 2021 شهدت حكومة الكاظمي إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خروج قواته القتالية في أوائل كنون الأول من العام 2021 وفي الملف الاقتصادي برز قرار رفع سعر صرف الدولار الذي أوازه الكاظمي لأهمية دعم شريحة الفقراء والذي جرى في حزيران من العام 2021 حيث تعرض إلى انتقادات وصخط كبير لكن ومع دخول البلاد في أطول أزمة انسداد سياسي بدأت بعد ولادة نتائج الانتخابات المبكرة لم يكن أمام الكاظمي سوى الدعوة إلى حوارات وطنية والتي وصلت إلى الثلاثة لجمع القوى السياسية لمحاولة الخروج من فوهة أزمة الانسداد لكن التيار الصدري قاطع جميعها ولم تخرج الحوارات بنتائج ملموسة على الأرض يتسلم رئيس الوزراء الجديد محمد الشياع السوداني والبلاد لازالت تعاني من أزمات مشابهة وملفات شائكة ربما ستلقي بأثارها على ازدياد غضب الشارع الذي لا يخلو من الغضب بالأصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر